وبهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي أطلق حراك الإتلاف حملة جديدة تحت اسم من باب إلى باب في 35 موقعا مختلفا وتم حتى الآن طرق أكثر من 70 ألف باب بهدف الوصول إلى 156 ألف بحلول يوم الانتخابات أي ما يشكل نصف منازل المواطنين العرب في البلاد وأشار الإتلاف أن هذه الحملة هي تجربة رائدة كونها الأولى من نوعها في البلاد مساء الخير لوطن قاسم المدير الإعلامي للحملة وصاحب شركة لمسا ميديا للتسويق والإعلانات ينضم إلينا من استوديو حيفا وطن في البداية ضعني في هذا الحراك أو في هذه الحملة من باب إلى باب كما ذكرت أطخم حمل التشجيع تصويت في تاريخ الجمهور العربية في البلاد أكثر من 150 ألف زيارة بيتية في أكثر من 80 بلدة من أقصى الجنوب في رهط وحتى أقصى الشمال حملة إعلانية ضخمة وصلت 20 مليون ظهور إمبريشن في جميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل والإنترنت أكثر من 2 مليون مشاهدات للفيديوهات في الفيسبوك، الإنستجرام، التيك توك، اليوتيوب، جوجل والمواقع والتطبيقات العربية الكبيرة بالفعل نشاط فريد من نوعه هو عبارة عن استمرار للحملة الكبيرة التي قدناها في شهر 9 وحققت إنجاز تاريخي وكان لها الدور الأكبر في رفع نسبة التصويت في شهر 9 بين الجمهور العربية من 49% إلى 59% واليوم أيضاً نحن متفائلين بالنتيجة ونطمح لعبور نسبة نعم، وطن قبل الاستمرار بالحديث والنقاش دعنا نشاهد مقطع فيديو من هذه الحملة أو الإعلانات وصلت في اسمت التصويت 70% هذا يعني موجود 20 مقعد في البرلمان بأصواتنا العربية انتم تخيلين؟ 20 مقعد في 2-3 كلنا مصوتين نعم، أعود إليك وطن مرة أخرى دعنا نقول هذه التجربة ليست الأولى أيضاً في الانتخابات السابقة لكن التوجه، هل هناك توجه إلى شريحة معينة شريحة الشباب أم من التوجه بشكل عام؟ في شهر 9 التوجه كان وستراتيجية الحملة كانت هذه المرة مصوتين الشعار الرئيسي كان هذه المرة مصوتين بحكم أنه في شهر 4 كان نسبة التصويت أقل من 50% وفي شهر 9 توجهنا للناخب أنه هذه المرة مصوتين مع أسباب ومضامين تلائم الحملة ونجحنا في تحقيق الهدف الاقتراب من 60% وفي هذه الحملة التفكير والتخطيط الاستراتيجي كان كيف يمكن أن نحق هذه القفزة من 60% إلى 65% و67% والاستراتيجية هي الوصول إلى جماهير مترددين أو غير مبالين لم يشاركوا المرة الأخيرة في التصويت ومن هنا شعارنا كلنا مصوتين كلنا نقصد جميع شرائح المجتمع جميع المناطق الجغرافية جميع البلدان جميع الشرائح كما ذكرت وطن أنتم بتفاعل مع الجمهور مع كل الشرائح كما ذكرت إلى أي مدى تلمسون بالفعل نية بالذهاب إلى التصويت أو إزدياد هذه النية بالذهاب إلى التصويت التفاعل بين الجماهير هو إجابة بشكل رهيب كبير جدا ردود الفعل نلقى الترحيب في كل مكان نلقى الترحيب والتشجيع في جميع منصات التواصل الاجتماعي أيضا في كل وسائل الإعلام التعقبات في الفيسبوك في الإنستجرام حتى التك توك ونجوم السوشيال ميديا الانفلونسرز قسم كبير من نشاطاء السوشيال ميديا الذين لا يعملون معنا بشكل رسمي تبنوا الحملة ويساهمون بنشرها وفي العمل الميداني كما ذكرت الأجواء جدا إيجابية ولكن هذا كله لا يكفي أخي فراس إذا لم نترجم هذا النشاط وهذه الأجواء الإيجابية إلى عمل يوم الانتخابات فكل العمل هذا لا يعني شيء نعم وطن نتمنى لكم النجاح في البداية وطن قاسم المدير الإعلامي للحملة وصاحب شركة لمسا ميديا للتسويق والإعلانات شكرا جزيلا لك شكرا شكرا شكرا